بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا متابعني يا رب تكونوا كويسين وبصحة جيدة معكم من صفاق قناة يتيوك اللي بيسمعنا الأول مرة وعجب الفيديو ما ينساش اشتركوا فعل القرص حتى انتوصل لكل محتوى القناة والوضيات الأدماجية وكمان اللايك ما تبخلوش علينا باللايك أنا عرفاكم ما بتعملوش لايك طالما انتو بتستفادوا أو بتاخدوا التعبير أو بتاخدوا جزء من التعبير فما تبخلوش علينا باللايك مش هيكمل معاكم سانية لما تضغطوا عليه ومش هيفرج معك حيفرج مع نحنك بيرفع الفيديو وبيدعم وبيدعم ويسند القناة كمان تعليق حلو منك في حد كتب لي في التعليقات ان هو عاوز موضوع حواري بين صديقين متخاصمين أنا كتبته فأنا مش عارفة هو عاوزه بالطريقة دي ولا غيرها يعني فهو يشوفوا لو عجبوا ويأخذوا ما عجبوش خلاص ما يكتبوش عندي البداية مداية التعبير ذي مقدمة كده سقط تلميذ إثمه أحمد في ساحة المدرسة وكان صديقه محمود سببا في سقوطه وأخذ أحمد يتشاجر مع محمود ويتجادل معه بصوت مرتفع قائلا يعني اتنين في تلميذين أحمد ومحمود أحمد أنت أوقعتني على الأرض وجعلتني أتألم أنت أوقعتني على الأرض وجعلتني أتألم محمود أنا لم أقصد أن أفعل ذلك سامحني أحمد أنا لن أسامحك أبدا ولا تكلمني مرة ثانية محمود هيرد عليه محمود المسلم يعفو عمن يظلمه ولا يؤذي أخاه المسلم أحمد لكن هذا ضعف وجبن محمود لا يا أحمد العفو خلق الأنبياء والرسل ولن يتحلى بها غير الأقوياء والله سوف يكافئ من يسامح ويعفو فقد عفى النبينا صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة الذين آذوه ولم ينتقم منهم وقال لهم بعثت بالحنفية السمحة بعثت بالحنفية السمحة اذهبوا أنتم الطلقاء اذهبوا أنتم الطلقاء كمل الحوار فعلينا أن نقتضي برسولنا الكريم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث شريف عن الرسول أفضل الإيمان الصبر والسماحة أفضل الإيمان الصبر والسماحة وعند القول نحط نقطتين فوق بعض كده وللحديث أو الآية نحطها بين علامتين والتنصيص في آية كمان استشهدت الباية القرآنية وقال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفى وأصلح فأجره على الله صدق الله العظيم فهل سامحتني؟ سؤال لم تستفهم فهل سامحتني؟ أحمد نعم سامحتك نعم سامحتك وسامح وسامحني أنت أيضا وسامحني أنت أيضا أحمد ومحمود تعالى نكمل اللعب تعالى نكمل اللعب كده الحوار أنا عملته لو عاوز أقلل من الحوار ده أصغر من الحوار ده أنت ممكن برضو تمسأ مثلا تحزف تخلي المقدمة كده لحد لحد مثلا تسقطت الميد اسماه أحمد في ساحة المدرسة وكان صديقه ومحمود سببا في سقوطه لحد هنا وتحزف السطر ده وتكمل الحوار ولو عاوز تلخز أكتر برضو ممكن تحزف الآية القرآنية مثلا أو تحزف الحديث وتكتفي بالاستشهاد بعف الرسول صلى الله عليه وسلم وسماحتي مع أهل مكة تمام لو أنت عاوز أقل من كده يعني لو عايز 12 سطر لو عاوزوا كله بالطريقة دي اكتبوا لو أنت عاوز طويل زي كده اكتبوا تمام يارب الفيديو عجبكم التزم برضو لما نتاجي تلتزم تكتبوا تلتزموا بالخط يكون كويس تلتزموا برضو علامات الترقيم وبرضو عند القول زنسن زي كده مثلا غائلا نحط نقطتين عند القول وعند مثلا المثال مثلا نحط برضو نقطتين وكان فيه اسلوب استفهام زي كده نحط علامة استفهام إن كان برضو الموضوع يكون في علامة التعجب نحط علامة التعجب نلتزم بعلمات ترقيم اللي هي علامة الوقف لأنها بتنقص في الدرجة أو في العلامة ما نعمل تهاش تمام كده يارب الفيديو يعجبكم كانت معكم من الصفاء وقناة يوتيوب أشكركم على الحسن استماع وإلى اللقاء مع موضوع تعبير آخر ووضعية إدماجية أخرى يلا مع السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر